سوائي بنلاحز مع المواصفات الفنية بتاعت كل مكانة ان لها درجة حرارة معينة المفروض تكون متوفرة في البيئة للمكانة محتوطة فيها. تمام? ليه? هل الحرارة والرطوبة بيبقى لها عامل مؤثر معايا جوها المكانة? ده او. ايه اللي بيحصل? دلوقتي ان المكانة شغلة بنصور بتطلع صورة كسافة كويسة معنى ذلك ان الصورة الساكنة متزبطة كويس وعملية تطلع. الطحمية بتتم بكسافة كويسة ونسبة الحبر جوه التانك موجودة بصورة مناسبة والدنيا زي الفول. قفلت المكانة جيت تاني يوم الصبح الجو برد وساقعة ودرجة الحرارة قليلة جدا جيت شغلت المكانة بطلع اول صورة بحتانة تاني صورة بحتانة اشتغلت شوية في المكانة فجأة بعد كم صورة الصورة الزبطت والدنيا راجعت تاني زي الفول. ايه اللي حصل هنا? عملية درجة الحرارة بتتحك يعني لما لما يكون الدرام شغل ويكون صورة ساكنة درجة الحرارة اللي متكونة فيها الصورة الساكنة دي بتتحكم في قوت وضعف الصورة الساكنة او في قوت وضعف الجذب المغناطيسي. يعني ممكن الصورة الساكنة تبقى متزبطة زي الفول وهي دي النسبة المناسبة لجذب الحبر بس درجة الحرارة مثلا عالية اوي او منخفضة اوي فبتختلف من خلال درجة الحرارة وقوت الجذب المغناطيسي فبناء عليه الصورة بتتلعبها تاني. تيجي المكانة تشتغل شوية ايه اللي بيحصل عشان الصورة ترجع كسافتها كويسة تاني? عملية البروسوس كنترول هنا ادخلت. ازاي? ان هي المكانة مسلا سي بتبقى متزبطة كل عشرين ورقة. اه انت بتصور مسلا تلاتين ورقة تيجي مسلا عند الورقة العشرين تلاقي اخر ورقة طلعت الرقم عشرين والمكانة شغالة شوية بس ما بتطلعش ورقة. وبعدها بتلاتة اربعة ثواني المكانة رجعت تشتغل تاني. في الخمس ست ثواني القليلين للمكانة ما كانتش بتطلع فيهم ورقة كانت بتعمل عملية البروسوس كنترول ان هي بتكشف على ايدي سنسور و ايدي سنسور وتشوف هال كل حاجة مصبوطة وبعدك اتسيب المكانة تكمل تاني. طيب المكانة لما جات هنا بدأت عملية البروسوس كنترول مسلا بعد عشرين ورقة. واكتشفت ان الصورة اللي بتتحمض على سطح الدرام باحت هنا. راحت عملت تحكم في عملية الصورة الساكنة خلت الصورة الساكنة اقوى. سواء ان هي قوت لي شوعية اللي يظهر سواء ان هي قللت لي من شحن الدرام. عملت اي حركة من الاتنين قوت لي الصورة الساكنة. هوب. لقيت الصورة بقت كويسة وهي الفل معي. تمام? من هنا لازم نعرف ان البروسوس كنترول دي العوامل اللي خلت الناس تعمل حاجة اسمها بروسوس كنترول في المكانة كتير. تمام? منها قلنا الحرارة. اختلاف درجة الحرارة مرة واحدة بتأدي لي ان الصورة بتطلعش كويسة. فمناء عليه المكانة لازم تاخد اجراء تغير فيه من يعني تزود مسلا قوة الصورة الساكنة عشان خاطر عشان خاطر الصورة تطلع كويسة وتتقلتين. طيب. مسلا مسلا حاجة من الحاجات ان فيه انواع حبرة بتبقى اراضيها شوية. فما بتقبلش الشحن. تمام? او بتقبل جزء صغير من الشحن اللي بيدهولها. فهنقول مسلا شحن سلب خمسمائة وسيتين بتاع الديفولبر. والسرعة الساكنة متزبطة وكل العوامل لنسبة الحبرة في التانك كويسة. بس الحبرة بياخد السلب خمسمائة وسيتين فولت دول. بياخد منهم مسلا سلب تلتميت فولت. بس ما بيقدارش ايه بلو اكتر من كده. فبناء انا عليه اثناء عملية التحميد جزب الحبرة هيبقى ضعيف. فبناء انا عليه الصورة هتبقى بهتنى. تمام? فالمكنة لما تكتشف مسلا حاجة زي كده ان الصورة على على سطح الدرام. بهتنى. فتقوم مدية امر لازازة الحبر. تلف تنزل شوية حبر. وتبدي امر تاني للصورة الساكنة ان هي تتقل شوية. وبعدها بعشرين ورقة تاني تعمل تشك تاني. لقيت الصورة مظبوطة تمام ما لقيتش الصورة مظبوطة تغير في العوامل دي. وهكذا وهكذا. قبل ما نتكلم بس ايه? هنوهلكو قصة صغيرة ان المكنة ليها عدد معين من المرات تعمل الكلام ده. ولو الصورة ما تزبطتش والاراية بتاعت ما تزبطتش بعد منها المكنة تقف وتديك عطل شيع جدا اسمه تلتمية وخمسين. فتلتمية وخمسين ده بيبقى ناتج عن تخريف في الارايات او ان المكنة بتاخد اجراءات عشان تحسن الصورة والحساسات مش حاسة ان الصورة اتحسنت. تمام? فبتديك عطل ان هي المكنة مش قادرة تسيطرة على عملية الحفاظ على كسافة الصورة. الفيديو اللي جايبها هنتكلم بالزبط عن الارايات. المكنة زي بتستخدم الاراية بتاعت وبتستخدم الاراية بتاعت عشان تكتشف ايه? الوضع اللي بيحصل في المكنة بالنسبة ان الصورة تقيلة على سطح دورهم ولا خفيفة. تمام? اشوفكو الفيديو كده.